موسيقى قرير صحفية اسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكروتي إيفار راكيتيتش من برشلونة بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع فرانك ديونغ برشلونة وقع مع ديونغ مقابل 86 مليون يورو قادما من ايكسا مستردام مع راتب كبير للعب الهولندي صاحب الحادية والعشرين عاما بعدما نجح ندى الكتالوني من ضمه في ظل تهافت العديد من اندية اوروبا الكبرى صحيفة ماركال اسبانية اكدت بان اللعب من المفترض انه سيعاني في ايجاد مكان اساسي داخل تشكيلة المدرب ارنستوف الفيردي لكن سفر الرئيس بنفسه لحسم الصفقة وحصوله على راتب كبير ودفع 86 مليون يورو للتعاقد معه هذا يؤكده بانه سيكون من اللعبين الاساسيين بمجرد انضمامه واشارت الصحيفة الى ان التعاقد مع ديونغ يفتح الباب امام ايفارا كيديتش لعب الوساط الكروتي للرحيل عن الفريق في الصيف المقبل لانه سيجد صعوبة في اللعب وراكي سيصل الى الحادية والثلاثين من عمره في مارس المقبل ويبدو ان برشلونة لا يفكر في التجديد للعب ولن يمانع من رحيله لاي فريق في الموسم المقبل وابرزت الصحيفة ان نادي برشلونة يفكر في تجديد عقد النجم جاردي الابا الظهر الايسر مع زيادة راتبه وهو ما قد يفتح الباب امام رحيل ايفان اكثر يسعى يوفينتوس الايطالي بقوة لضم الهولندي ماتيز ذالخة مدفع اياكس ماستردام لدعم صفوف فريقه وقالت صحيفة موندو دو بورتيفو ان يوفينتوس بات يخشى من برشلونة المهتم بضم ديليخت خاصة بعدما تعقد مع زميله فرينك ديونغ الاسبوع الماضي وسيستخدم يوفينتوس علاقته الجيدة مع ادوين فاندرسار المدير التنفيذي الحالي لايكس وكذلك من ريولا وكيلو ديليخت لحسن الصفقة وتتحدث تقارير في ايطاليا عن خوف يوفينتوس من ضربة كتالونية مثل التي تلقها باريس سان جرمان حيث استطاع برشلونة ان يخطف ديونغ قبل الناد الفرنسي وتقول وسائل الاعلام في ايطاليا ان برشلونة قدم عرضا مقنعا للغاية للمدافع الهولندي المهتم بالعب في صفوف البارسة خاصة انه سيكون بجانب زميله فرينك ديونغ ومن المتوقع ان يقدم يوفينتوس عرضا لضم ديليخت خوفا من برشلونة لكن الناد الايطالي يخشى ان يكون اللعب قد قرر بالفعل الانضمام لليبلو جرانا تشعر الادارة الرياضية في برشلونة بالقلق من حالة البرازيلي مالكوم والذي انضم الصيف الماضي للفريق قادما من بوردو الفرنسي وقالت صحيفة موندو دو بورتيفو الاسبانية ان الفرصة الواضحة التي اهدرها البرازيلي في مباراة ايشبيليا في كاسي مالك اسبانيا زادت الطين بالله وعوضحت الصحيفة ان هناك قلق داخل برشلونة بسبب اللحظات السيئة التي يعيشها البرازيلي خاصة وانه اهدر فرصة سابقة امام ليفانتي ايضا علما بانه سجل مرتين مع الفريق في 12 مباراة خاضها وتدرك الادارة انه من الصعب ان يشارك مالكوم في مباراة العودة امام ايشبيليا وتعتقد ان وضعه في الفريق لن يتحسن لسيما في بطولتي الدوري ودور ابطال اوروبا ويرى برشلونة ان خروج البرازيلي في فترة الانتقالة الشتوية الحالية امر عسير وذلك بسبب وضعه غير المستقر كما ان الندي لا يريد بيعه باقل من 41 مليون يورو كشف تقرير صحفي ان ندي توتنهام الانجليزي يسعى لخطف ادريان رابيو لعب وسط باريس سان جرمان خلال الايام القليلة المقبلة وفي فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقالت صحيفة داليميل البريطانية ان توتنهام يدرس تقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع رابيو هذا الشهر وينتهي عقد رابيو مع سان جرمان بنهاية الموسم الحالي وتشير تقارير الى رغبة النادي في الحصول على اموال بدلا من خسارته مجانا الصيف المقبل ولفتت الان سان جرمان لن يتخلى عن ادريان رابيو الا في حال حصوله على بديل له حيث يسعى لضم ادريسا غاي من ايفيرتون جدير بذكر ان رابيو يعد هدفا رئيسيا لبارشلونا وقال التقارير انه سينتقل للبارسا في الصيف المقبل مجانا لكن توتنهام مصر على ضمه هذا الشهر اغلق فلورينتين بوكبا شقيق لعب مانشستر يونيتد بول بوكبا الباب في وجه الاندية التي ترغب في ضم شقيقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة اللعب الفرنسي هدف للعديد من الاندية وعلى رأسهم ريال مادريد وبرشلونا في اسبانيا خاصة وان بوكبا كان يعيش حالة غير مستقرة مع المدرب جوزي مورينيو ونشرت صحيفة اسبورت الاسبانية تصريحات لشقيق بوكبا الذي اكد بانه اقترب من اللعب الدوري الاسباني للدرجة الثانية مع فريق الاتشي وقال يمكن لبوكبا الذهاب لثلاثة فرق فقط عندما يغادر مانشستر يونيتد وهم الستي وريال مادريد وبرشلونا لكي يتحسن ولكن من الصعب ان يلعب في انجلترا لغير مانشستر يونيتد كما انه من الصعب ان يرحل في الوقت الحالي عن انجلترا واختتم شقيق النجم الفرنسي تغيرت الامور في مانشستر يونيتد مع وصول السولشاير بوكبا اكثر راحة الان كان رحيل مورينيو مفتاحا له لم يكن سعيدا معه والان تحسن في كل شيء مع السولشاير يواجه ارسنال ازمة دفاعية بعد احتمال اصابة القائد لوران كوسليني بكسر في الفك وتعرض السوق راتيس باباستو بوليس لمشكلة في الكاحل خلال الهزيمة التي تلقاها الجنرز امام مانشستر يونيتد في الدور الرابع من كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ذي يملك مدافعا واحدا لائقا وكان المدرب اوني امري يعاني بالفعل قبل الخسارة بثلاثة اهدف مقابل هدف امام يونيتد بعد انتهاء موسم كل من هكتور بيرلين ورب هولدينغ عقب اصابتهما بقطعا في الرباط الصليبي الاحد الماضي وفي ديسمبر كانون الاول الماضي على الترتيب واجاب امري عند سؤاله عن مدى الاصابتين الجديدتين اعتقد ان اصابة سوق راتيس ليست خطيرة فهي مشكلة في الكاحل ولوران كوسليني سيذهب الى المستشفى للخضوع للفحوصات واشار امري الى ان الاصابات كانت احد اسباب الهزيمة امام يونيتد والذي فاز بجميع مبارياته الثماني مع المدرب اولي جونار سولشاير كشف النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي منشستر يونيتد انه عرض على لعبه قبل مباراة ارسنال في كاس الاتحاد الانجليزي مقاطع فيديو لاهداف سجلها النجم البورتغالي كريستيانو رونالدو لعب اليونيتد السابق ويوفنتس الحالي في فريق الجانارز وكان منشستر يونيتد نجح في الفوز على نظيره ارسنال بنتيجة ثلاثة اهدف مقابل هدف واقصائه من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي وقال سولشاير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ميرور البريطانية من الرائع ان استمر في بطولة الكأس انها مباراة من اصعب المباراة التي يمكن ان تفوز بها واضاف عملنا بجد من الناحية الدفاعية والهجمة المرتدة اسلوب كلاسيكي لدى منشستر يونيتد منذ ايام واينروني وكريستيانو رونالدو وبارك جي سونغ وقال سولشاير انه عرض على لعبه قبل مباراة ارسنال مقاطع فيديو لاهدف من هجمة مرتدة في مرمى ارسنال كان ابرزها الهدف الرائع الذي سجله النجم البورتغالي كريستيانو رونالدو في دورية ابطال اوروبا 2009 عزيزي متابع قناة عرب جول هل ترى ان وصول دي يونغ يعني رحيل عدد من لعب وسط البارسة شاركنا برأيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر